الغذاء السوبر الرعب في شركة DXN الماليزية هو فطر عرف الأسد المعروف بصديق الجهاز العصبي والهضمي وقد يستغرب البعض من هذه الصداقة المزدوجة أو التأثير المزدوج لفطر عرف الأسد على جهازين منفصلين في الجسم فيما يبدو لمعظمنا ولكن العكس هو الصحيح كما سأبين لكم الآن كشفت لنا الأبحاث العلمية الدقيقة أن هناك ارتباطا وثيقا جدا بين صحة الجهاز الهضمي وصحة الدماغ وبالتالي صحة الجهاز العصبي يتم ذلك أولا من خلال العصب العاشر أو العصب المبهم الذي يخرج من الدماغ ويغدي الجهاز الهضمي وثانيا من خلال بيئة الأمعاء الطبيعية المسمى بالمايكروبيوم والتي ترسل بإشاراتها ورسائلها إلى الدماغ عبر الدورة الدموية أما بالنسبة لأهمية فطر عرف الأسد لأجسامنا فنجد أنه يقوم بوظيفتي التغذية والتنقية معا وبشكل متداخل ومترابط حيث يقوم بتغذية الخلايا بالعناصر الهامة لها وفي ذات الوقت يحفز طرد السموم والعناصر الضارة منها وفيما يلي تفصيل ذلك من الناحية الأولى يزود فطر عرف الأسد خلايا الجسم بنوع خاص من البوليسكرايدات اسمه بيتا جلوكانز هذه البيتا جلوكانز هي المسؤولة عن النمو والاستقلاب الطبيعي للخلايا وكذلك تعد مسؤولة عن تحسين عملية الهضم وصحة الجهاز الهضمي من خلال تحفيز إنتاج المايكروبيوم النافع فيها ومن ناحية أخرى يقوم هذا المايكروبيوم النافع بمحاربة الالتهابات في الأمعاء ومقاومة السموم والخلايا الضارة فيها من خلال الإشارات التي يصدرها لجهاز المناعة حيث يعرفه على الأجسام الضارة ليحاربها ويتخلص منها وكذلك من خلال الإشارات التي يصدرها للدماغ والجهاز العصبي ومن أهم ما يتميز به فطر عرف الأسد عن غيره من الأغذية العضوية السوفر في الطبيعة هو احتوائه على عنصرين مهمين جدا لهما قدرة عالية على تخطي حاجة الدم الدماغي وهناك يقومان بتنشيط إنتاج عامل نمو الأعصاب Nerve Growth Factor وتكمن أهمية هذا العامل بتحفيزه لعملية ترميم غشاء المايلين المحيط بالخلايا العصبية ومن الجدير بالذكر أن مكتشفاء العامل المحفز لنمو الأعصاب قد حصلا على جائزة نوبل في عام 1986 لمال هذا العامل من أثر كبير في ترميم الخلايا العصبية التالفة وتجديدها وتحسين قدرة الدماغ على الانتباه والتركيز والاستيعاب والتدكر وغيرها من الفوائد الكثيرة المتعلقة بصحة الجهاز العصبي ترجمة نانسي قنقر